بَالِكَ وَمَنْ يُعَضِّنْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّا يَلْتَقُوا الْقُلُوبِ هذه الأسئلة وغيرها نطرح على الأستاذ محمد نور حمدان المتخصص في قضايا الشعائر الدينية والردة مرحبا بك أستاذ محمد حياك الله أستاذ ماجد حياك الله أستاذ محمد أبدأ معك الحوار بالسؤال الأول ما هو حق الله علينا في التعظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يقول تعالى ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب فشعائر الله عز وجل هي من أعمال القلوب الواجب علينا تعظيمها واحترامها فما بالك في الله عز وجل فقال تعالى وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ ثم قال وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ فإن أهم حق للعباد على الله عز وجل هو عبادته وتعظيمه وأيما أمة استهانت بهذا الحق واعتدت على حق الله تعالى أصابها الله عز وجل بالذل والهوان وما قصص السابقين عننا ببعيد فهذا أصحاب الفيل عندما قال مخولته مشهور عبد المطلب للبيت رب يحميه وفعلا استجاب الله عز وجل وبعث طيرا أبابيل ألم ترك كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فاجعلهم كعصف مأكول وما قصص السابقين قصص النمرود وقصص فرعون وقصص قوم ثمود عندما اعتدوا على حق الله تعالى أصابهم الله عز وجل بالذل والهوان طيب إذن كيف ينبغي أن نفهم الأدب مع الله عز وجل أدبنا مع الله تعالى هو عبادته وتعظيمه وعدم الاستهانة في من يعتدي على حق الله تعالى أقول لك الاعتداء على حق الله عز وجل ولا نقول الاعتداء على الله لأن الله عز وجل لا يمكن أن يعتد عليه فإذا إنسان والعياذ بالله سب الله عز وجل فهو اعتداء على حق الله لكن الله عز وجل لا يمكن أن يعتد عليه وقد أراد الله عز وجل أن يختبر الأمة كيف تدافع عن حقوق الله تعالى وعن شعائرها الدينية فالشعائر فالاعتداء على حق الله تعالى له أحكام خاصة وسنعرضها إن شاء الله طبعا الاعتداء على حق الله تعالى هي تشمل صور عديدة فالاعتداء على حق الله تعالى كأن يقول إنسان مثلا الصورة الأولى هو عدم الاعتراف في وجود الله تعالى فهذا هو من باب الزندقة أن الإنسان من باب الإلحاد أن لا يعترف بالله عز وجل عندنا أيضا صورة أخرى من صور الاعتداء على حق الله تعالى أن يقول عنده يعترف في وجود الله ولكن عنده تصورات مشوهة كأن يقول بأن المسيح ابن الله أو يقول الله الثالث ثلاثة فهذا من باب الكفر الأصلي أو الردة وهناك اعتداء على حق الله تعالى وقد صنافناه بالسب والشتم كأن يسب الله عز وجل أو يشتم الله تعالى فهذا من باب له أحكامه الخاصة أيضا سنعرضه إن شاء الله طيب هل الاعتداء على حق الله هو من أقوال وأفعال الكفر طبعا نحن قد تكلمنا في الحلقة السابقة عن تكفير المطلق وقد اتفق الفقهاء على أن من سبى الله عز وجل يكون كافرا أو استهزأ بالله تعالى يكون كافرا وقد تواترت نصوص الفقهاء للتأكيد على هذا المعنى بأن من سبى الله عز وجل فقد كفر ولكنهم اختلفوا في مسألتين المسألة الأولى هي مسألة التكفير يعني أي لفظ فيه تجاوز على حق الله عز وجل يكون الإنسان كافرا أم هناك أقوال وأفعال مخصوصة تقتضي الكفر والمسألة الثانية التي اختلفوا فيها هي استتابة السابق لله عز وجل هل يستتاب أم لا يستتاب إذا أردنا أن نتكلم عن موضوع التكفير هل يكون لجميع الأقوال والألفاظ والأفعال أم هناك أقوال وأفعال مخصوصة فالحنفية في الفتاوى الهندية توسعوا في الألفاظ المكفرة فمثلا قالوا إذا قال لو أمرني الله بكذا فقد كفر إذا قال مثلا هذا من سيء لله تعالى فقد كفر إذا قال إن شاء الله وشئت فقد كفر فالفتاوى الهندية أخ ماجد توسعوا في الألفاظ كثيرا قالوا بأن إن لفظ فيه احتمال كفر وفيه احتمال عدم الكفر يكون الإنسان كافرا ولكن بالتحقيق من عبارات وألفاظ الفقهاء نجد أن هناك تحقيق في هذه المسألة وفي الأقوال والألفاظ فلم يتسرعوا في التكفير فمثلا يقول ابن نجيم في البحر الرائق إذا كان في المسألة وجوه توجه التكفير ووجه واحد يمنع التكفير فعلى المفتي أن يميل إلى الوجه الذي يمنع التكفير تحسينا للظن بالمسلم ويقول أيضا والذي تحرر أنه لا يفتى بتكفير مسلم أمكن حمل كلامه على محمل حسن أو كان في كفر اختلاف ولو رواية ضعيفة فعلى هذا لاحظ هنا يقول ابن نجيم فعلى هذا أكثر ألفاظ التكفير المذكورة لا يفتى بالتكفير بها وقد ألزمت نفسي أن لا أفتي بشيء منها فيجب علينا أن نميز التكفير المطلق نعم من سبى الله تعالى فقد كفر بشكل مطلق لكن عندما ننتقل إلى المعين وهو أن فلان ابن فلان قد سبى الله عز وجل أو ذكر لفظا فيه اعتداء على حق الله تعالى فهنا يجب علينا أن نتحقق من هذا اللفظ ونتأكد قبل أن نحكم بتكفيره طيب يعني أريد أن أسأل فضيلتكم شخص يتلفظ كثيرا بألفاظ لا تليق بحق الله سبحانه وتعالى كأن يشتم الله عز وجل أو يستهذئ به فما حكم هذا الشخص وخاصة يعني عفوا فضيلتكم أنت تعلم أن هذه العادة عادة السب أو الشتم أو الاستهزاء على سبيل النكتة يعني للأسف عادة منتشرة جدا في مجتمعاتنا بيّنت أن تعظيم شعائر الله الدينية هو أمر واجب على المسلمين وهو من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا وجدنا إنسان يكفر بالله تعالى والعياذ بالله فيجب علينا أن نأخذه ونرسل به إلى القضاء والقضاء هو الذي يفتي بأمره ويعاقبه عقوبة يؤدبه أدبا وجيعا لكن الملاحظ مثلا في تحقيق العلماء في عبارات ألفاظ التكفير يقول الشرواني وهو محقق في كتب فقه الشافعية ينبغي للمحقق أن يحتاط في التكفير ما أمكنه لعظيم خطره وغلبة عدم قصده سيما من العوام إن إنسان كفر لا يقصد الكفر حقيقة لكن نطق بها اللسان وما زال أئمتنا على ذلك قديما وحديثا بخلاف أئمة الحنفية هنا يشير إلى الفتاوى الهندية فإنهم توسعوا بالحكم بمكفرات كثيرة مع قبولها التأويل بل مع تبادره منها ثم رأيت الزركشي قال عما توسع به الحنفية إن غالبه في كتب الفتاوى نقلا عن مشايخهم وكان المتورعون من متأخرين حنفية ينكرون أكثرها ويخالفونها ويقولون هؤلاء لا يجوزوا تقليدهم لأنهم غير معروفين بالاجتهاد ولم يخرجوها على أصل أبي حنيفة لأنه خلاف عقيدته ناحذ المعاني هنا التي يقولها الزركشي أنه لا نتسرع في التكفير لا نتسرع في الحكم على التكفير وبالرغم من أن الحنفية قد تسرعوا في هذا الموضوع لكن حتى علماء الحنفية نقدوا علماء الحنفية في هذا الموضوع وقالوا ليست على أصل أبي حنيفة لأنه خلاف عقيدته إذ منها أن معنا أصلا محققا هو الإيمان فلا نرفعه إلا بيقين فلينتبه لهذا وليحذر ممن يبادر إلى التكفير في هذه المسائل منا يعني الشافعية ومنهم فيخاف عليه أن يكفر لأنه كفر مسلما طيب يعني أستاذ محمد هل تقصد أنت أن من يتلفظ بكلمة كفرية كسب الله سبحانه وتعالى أو سب الدين أو الاستهزاء بالله سبحانه وتعالى مع تمسكه بالشهادتين تقصد أن لا يكفر هو لا يكون كافرا يعني نحن نقول في العموم من سبب الله عز وجل فقد كفر لأنه نطق لفظا كفريا وهذا باتفاق الفقهاء لكن عند التحقيق في تكفير المعين ينبغي التحقيق في شخص لا نقول مثلا فلان نطق لفظ الكفر لا نتسرع نحن ونقول عنه بأنه كافر ونخرجه عن الإيمان وإنما نأخذه إلى القضاء والقاضي ينبغي عليه أن يحتاط ما أمكن في هذا الموضوع وطبعا هناك ملاحظة مهمة ونحن في عصر الثورة القضاء ينبغي باعتبار عدم دائما الحدود تطبق عند وجود الإيمان وخاصة حد الردة يطبق عند وجود الحاكم فعند عدم وجود الحاكم ينبغي الهيئات الشرعية أن تحتاط في موضوع الحدود وتؤجد تطبيق الحدود لكن هذا لا يعني أن تقام عليه عقوبة تعزيرية وأنا قد أقترح عقوبة مناسبة يرفع عمره إلى القضاء بعد شهادة شاهدين بارتكابه الجريم ثم ينظر القاضي في الواقع ومناسباتها ثم يقرر العقوبة المناسبة له من وعظ أو تهديد أو تأديب أو جلد أو سجن هنا ملاحظة مهمة ذلك بعد استتابته يعني إذا كان رجل يكثر من الكفر وأصر على الكفر بالله تعالى فهذا باتفاق كما خرجنا في بداية الحلقة هذا مرتد أو ممكن نلحقه بالزنديق لأنه يكثر من الكفر ولا يتعذ لكن إنسان تكلم بهذه الكلمة من سقط يعني الكلمة المرة الواحدة غلط في هذا القول فهنا يعاقبه القاضي في هذه العقوبات واسمع ما يقول القاضي عياض في كتابه شفى عن هذا الموضوع قال كلاما بديعا في هذه المسألة حتى يكون ميزانا للقضاة في عصرنا وأما من تكلم من سقط القول وسخف اللفظ ممن لم يضبط كلامه وأهمل لسانه بما يقتضي الاستخفاف بعظمة ربه وجلاله مولاه أو تمثل في بعض الأشياء ببعض ما عظم الله من ملكوته أو نزع من الكلام لمخلوق بما لا يليق إلا في حق خالقه غير قاصد للكفر لاحظون غير قاصد للكفر والاستخفاف ولا عامد للإلحاد به فإن تكرر منه وعرف به دل على تلاعبه بدينه واستخفافه بحرمة ربه وجهله بعظيم عزته وكبريائه وهذا كفر لا مريت فيه رجل يكرر كلام تأدب مرة مرتين ثلاثة أربعة ويكثر من الكفر بالله تعالى هذا يدل فقط تتابع كلام القاضي عياض في هذه المسألة ويقول وكذلك إن كان ما أورده يوجب الاستخفاف والتنقص لربه وأما من صدرت عنه من ذلك الهن الواحد والفلت الشاردة ما لم يكن تنقصا وإزراءا فيعاقب عليها ويؤدب بقدر مقتضاها وشنعة معناها وصورة حال قائلها وشرح سببها ومقارنها وعلى فكرة العياض كان قاضي كان قاضي ويمارس القضاء ولكن فتواه في هذه المسألة ألا ترى أنها تتعارض مع صريح الآية في القرآن الكريم قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم وفي آية أخرى وإذا رأوك إي يتخذونك إلا هزوة هذا الذي بعث الله رسولا إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا ألا ترى وفق هذين الآيتين أو الدليلين بالإضافة إلى كلام بعض أهل العلم كشيخ الإسلاء بن تيمين والشيخ محمد بن عثيمين وغيرهم كثير الشيخ ملا علي القاري جميعهم قالوا أن الاستهزاء بالله كفرا سواء استحلوا أم لم يستحلوا مازحا كان أم جدا يعني عفوا فالشخص تلفظ بكفر الله سبحانه وتعالى سبب الله عز وجل وتم رفع الأمر إلى القاضي ثم بنتيجة التحقيق قال لا أنا لا أقصد إهانة الله أو سبب الله فصدر الحكم باعتبار هذا الشخص ليس بكافر أليس هذا الحكم يتعارض مع صريح الآية والله عز وجل يقول كنتم تستهزئون قل لا تعتذروا قد كفرتم يعني الأمر محسوم يعني أن كنت أنت مازحا قد كفرت فما بالك يعني في الجدية لاحظ الاستهزاء بالله وهذه الآيات نزلت على المنافقين المنافقين كانوا يلمزون في الدين ويعيبون في الدين وهم يتظاهرون بالإسلام فهذه الآية نزلت في التحذير عن الاستهزاء والتلاعب بآيات الله ورسوله فكانوا من باب الغمز واللمز وهذا يدل على فساد عقيدتهم وهو كما قلنا من باب الزندقة عندما نجد إنسان من باب الزندقة يستهزئ بالله عز وجل نأخذه إلى قضاء ولكن بالرغم ذلك نتذكر القواعد التي ذكرناها الحكم على الظاهر وترك الضمائر وبالرغم من أن هؤلاء منافقين لكن النبي صلى الله عليه وسلم عملهم على ظاهرهم ولكن حذرهم من الاستخفاف والاستهزاء لأن ذلك عقوبة بينه وبين ربه سيعاقب نعم لكن فضيلت الشيخ عفوا يعني قول شيخ الإسلام بن تيمية وكذلك أمن قدامى يعني لهما رأيان مختلفان عما تقول به يقول شيخ الإسلام بن تيمية إن سب الله أو سب رسوله كفرا ظاهرا وباطنا سواء كان الساب يعتقد أن ذلك محرم أو كان مستحيلا أو كان ذاهلا عن اعتقاده وهو يعني ذات القول بالنسبة لابن قدامى من سب الله تعالى كفر سواء كان مازحا أو جدا كذلك أيضا عفوا كذلك أيضا يعني قول الشيخ عبد العزيز ابن باز استاذ ماجد هذه العبارات جميع الفقهاء أوردوها في كتبهم وهذه من باب تكفير المطلق يعني من سب الله عز وجل فقد كفر لا يكاد يخلو كتاب من كتب الفقه إلا وتجد هذه العبارة في أول كتاب الردة تعريف الردة من صور الردة من سب الله عز وجل فقد كفر وهذا بإجماع الفقهاء لكن نحن نقول هنا تكفير المطلق أما التكفير المعين فينبغي علينا أن نحتاط ابن قدامى في المغني ماذا يقول وينبغي أن لا يكتفى بالهازل لاحظ وينبغي أن لا يكتفى بالهازل بمجرد الإسلام حتى يؤدب أدبا يزجره عن ذلك فإنه إذا لم يكتفى من من سب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوبة فمن سب الله تعالى أولاه فهنا ابن قدامى يقول لك طبعا ابن قدامى إذا نظرت فتحت كتابه المغني تجد من سب الله عز وجل فقد كفر هذا باتفاق الفقهاء تكفير المطلق لكن يقول لك عند التحقيق ووجدنا شخص اعتدى على حق الله عز وجل ونطق وهذا اللفظ من باب يعني هنا الواحدة والفلتة الشاردة وتاب إلى الله عز وجل وحسنت توبته لا نكتفي بذلك وإنما نعاقبه عقوبة عزيرية مناسبة القاضي يقدر هذه العقوبة أما أن تخرجه عن دينه وهو لا يزال تلفظ بالشهادتين فهذا الأمر ينبغي أن نحطط به قدر الإمكان يعني في مثل هذه الحالة في التكفير المعين يعني نطبق عدد القول قوله في محتمل فعله نطبق دائما القول لا نكفر بالمحتمل يعني دائما إذا وجدنا اليقين محتمل ماذا؟ يعني إذا رجل شبهة لا توجد شبهة هنا أستاذ المعنى مقصود أن تلفظ بعبارة السب جهارا نهارا بصريح اللفظ تمام؟ ورفع الأمر إلى القاضي القاضي بنتيجة التحقيق تبين له أن هذا اللفظ كفري وأيضا أنها المرة الأولى مع تمسك ذلك المتهم بالشهادتين هنا باتفاق الفقهاء أنه ليس كافرا بقياسا على ماذا؟ قياسا على المرتد المرتد هو انتقل من دين إلى دين قال لك يا أخي أنا انتقلت من ديني إلى دين آخر أنا ما بقى أعترف والعياذ بالله بوجود الله عز وجل الفقهاء اتفقوا على أنه يستتاب واتفقوا أيضا أن القاضي بعد أن يصدر الحكم المبرم في ردته فإذا رجع عن ردته فيعود إلى الإسلام المرتد هو بقلبه أقول لك بقناته أنه أنا انتقلت من دين إلى دين فما بالك في الشخص الذي يعني يتسرع ويشتم والعياذ بالله يشتم الله عز وجل هذا أكيد أيضا يستتاب والقاضي يؤدبه لكن يعني رجوعه إلى الإسلام لا يعني هذا عدم معاقبته وإنما يعاقبه عقوبة تعزيرية مناسبة مع حاله طيب يعني أريد أن أسأل بالنسبة لمن يعتدي على حق الله عز وجل هل هناك من توبة له؟ باتفاقي طبعا اختلف الفقهاء في هذه المسألة لكن جمهور الفقهاء قالوا باستتابة المرتد قياسا قالوا باستتابة المعتدي على حق الله عز وجل يعني من سب الله عز وجل وذلك قياسا على المرتد كم يوما؟ الاستتابة هنا القاضي يقدرها ممكن يعني يتركه ثلاثة أيام ممكن الرجل يرجع فورا ممكن لا يرجع فورا لكن ما معنات عدم رجوعه أن يطبق عليه الحد فورا وإنما يتركه يوم يومين ثلاثة قد يتوب إلى الله عز وجل وإن لم يتوب وأصر على كفره هنا يكون مرتد يعني ما هي عقوبة المعتدي على الله يعني في مثل هذه المشأة إن لم يتوب عقوبته القتل لأنه انتقل من دين إلى دين لم يعترف الله واستخفى بالله عز وجل ومضت طمهلة الاستتابة ولم يتوب نعم هنا عقوبته القتل لأنه يعني أصر على سب الله عز وجل والاستهانة بالله عز وجل طيب يعني أريد أن أقف معك أيضا في زمن الثورات والجهاد وأسأل السؤال التالي بالنسبة لهذا الحد وغيرها أيضا من الحدود لكن مع التركيز مع حد الاعتداء على حق الله عز وجل هل تقام الحدود وخاصا حد الردة في الحروب؟ ومن المسؤول عن تطبيق حكم هذه الردة؟ طبعا دائما الحدود شرط تطبيقها في القضاء أن يكون هناك حاكم أو إمام حاكم إمام بمعنى معنى هل يشترط أن تكون هناك دولة إسلامية وسلطانها مبسوط على هذه البقعة أم؟ لا يشترط وجود حاكم واحد إذا وجد حاكم وعين القضاء فهنا القضاء تطبقون الحدود لكن عند عدم وجود الحاكم فالحدود لا تقام وإنما يفتعاد عنها إنتخذنا ما يحدث في سوريا مثالا حيا وواقعيا فمن المسؤول عن تطبيق هذه الحدود؟ الحدود في زمن ثورات لا تقام وإنما يفتعاد عنها بعقوبات تعزيرية طبعا نحن قلنا أن القضاء أهل الحل والعقد في البلد زعامات البلد وجهاء البلد هم الذين يعينون قضاء إذا خلت البلاد من حاكم فعند تعين هؤلاء القضاء القضاء يستعيدون بالحدود بالتعزير يقومون بعقوبات تعزيرية مما يرونها مناسبا طيب فضيلة شيخ أريد أن أسأل عن عقوبة المعتدى على الله في القوانين الوضعية وخاصة في القانون السوري طبعا القوانين الوضعية الغربية والعربية كلها عاقبت على موضوع الاعتداء على الأديان واعتبرت أن الله عز وجل هو من الشعائر الدينية فعاقبت عليه بعقوبات تتراوح من السجن شهرين إلى سنتين عقوبات جنح حتى القانون السوري أيام النظام كان يطبق هذه العقوبة لكن الناس كانت غافلة يعني ما كان أحد في القانون السوري كان تطبيق العقوبة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى السنتين وغالبا ما يأخذ القضاة الحد الأدنى للأسف بتطبيق العقوبة يأخذ القضاة الحد الأدنى ولكن أيضا لا يكون هناك رفع دعوة حسبة أذكر أنا عندما قمت في هذه الدراسة ذهبت إلى القصر العدلي ونزلت إلى السجلات من أجل أن أرى مثلا التهم الموجهة في موضوع الاعتداء على حق الله تعالى فلم أجد إلا بعض الدعاوة الموجودة والمرفوعة بسبب موضوع السب والشتم وغالبا ما كانت هذه الدعاوة يعني كيدية يعني محاوي مثلا حذق من أجل أن يوقع خصمه في عقوبة فيذكر مثلا جريمة وبجانبها هذه وقد اعتدى على الله وقد سب الله عز وجل لكن أن تجد هناك مثلا يعني الناس كانت مخصرة أيضا يعني مفروض الإنسان عندما يسمع إنسان يتلفظ بلفظ الكفر مفروض أنه يشهد شاهدين عليه ويذهب إلى أقرب مثلا نقطة أمنية إلى أقرب مخفر ويخبر المخفر عنه لأنه في نص القانون كانت هناك العقوبة موجودة طيب أستاذ محمد قبل أن نختم هذه الحلقة هل هناك من كلمة أخيرة أو نصائح توجيهها للناس ولعامة المسلمين طبعا أذكر أولا الناس في عدم التهاون في هذه الجريمة هي الاعتداء على حق الله عز وجل جريمة لا يعادلها جريمة وتعظيم شعائر الله عز وجل من تقوى القلوب إذا كانت البدن المهدات إلى الكعبة لا يجوز الاعتداء عليها لأنها شعيرة من شعائر الدين فما بالك في الاعتداء على حق الله تعالى إذا كانت الكعبة عندما أراد أبره الحبشي أن يهدمها الله عز وجل غضب وسخط فما بالك في التلفظ بلفظ كفر والاعتداء على حق الله عز وجل إذا كان قوم ثمود اعتدوا على ناقط صالح وكانت أي من آيات الله تعالى وأصبحوا في ديارهم جاثمين فما بالك في الاعتداء على حق الله عز وجل وما تهاونت أمة من الأمم في موضوع الكفر إلا أصابها الله عز وجل بالذل والهوان عاجلا غير آجل الموضوع الثاني أن الله عز وجل يختبر عباده فيرى هل سيدافع عن الشعائر الدينية أم لم يدافع عن الشعائر الدينية فإذا لم يدافع عن الشعائر الدينية فإن الله عز وجل يأتي بقوم غيرهم يستبدلهم بقوم آخرين يدافعون عن الشعائر الدينية ويمكنون دين الله تعالى ونسأل الله عز وجل أن يكون الثوار والمجاهدون من هؤلاء الأمم الذين يعظمون شعائر الله عز وجل ويدافعون عنها أشكرك أستاذ محمد على هذه النصائح القيمة كما أشكركم أعزائي المشاهدين على حسن المتابعة إلى أن ألقاكم بإذن الله في الحلقة القادمة هذا ماجد خطيب يحييكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ذلك ومن يعظ شعائر الله فإن هذا التقوى القلوب شعائر الله شكرا لكم